موسيقى تأكس الأهمية الكبيرة التي تعطيها الحكومة المجال الاستثمار لأنه محرك النمو سوسيو اقتصادي وأيضاً والتي يخلق فرص الشغل للشباب والمغاربة بصفة عامة كيفاش خدمنا؟ وأنه في هذه الأشهر اللي فاتت وزارة انتقال الرقمي وإصلاح الإدارة خدمت مع الشركاء ديالها خصوصاً المراكز الجهوية الاستثمار باش تعرفت على 22 مسترة إدارية اللي هي تتداول كتر بالنسبة للمستثمار ينتيجوا بزاف المساطر في المساطر الاستثمار ودرنا التطبيق ديال القانون 55-19 المتعلق بتبسط المساطر الإدارية شفنا اشنا ما الوثائق اللي يمكن ننقصوها ما ننقلوش نحتاجو نطلبوها لمستثمار وصبنا على أننا نقصنا 45% من الوثائق اللي تتطلب مثلاً شي وثائق صبناها ما عنداش تبرير أصلاً شي وثائق قلنا المستثمار فشي حط الطلب ديالو ما يحتاش ولكن مين يتقبل عاد نطلبولو يكمل الميلف ديالو شي وثائق تتاخدها الإدارة من عند إدارة قرام بلا ما يجيبها المستثمار هذا الشي الوقت اللي تيحتاجو لمستثمار باش يقوّل الميلف ديالو سنقص بمعدل ديالو 75% وهذا الشي مهم كتر بزاف بالنسبة للمستثمارين نبا كما جاء في السؤال اللي خاص هو هادشي تنزل على أمر الواقع نحن باش يتنزل هادشي على أمر الواقع درنا دورات جهة ويئة في 12 الجهات المملكة وكل مرة تنطلقوا مع الموظفين اللي كانين في المستوى لا ممركز وتنشرحوا لهم هات التبسيطات وتنشرحوا لهم كيفاش يخدموا بها وكيفاش خصوم يديروا بها ونجاوبوا على الأسئلة ديالهم والستفسارات ديالهم باش نتأكدوا على أنه هاد التبسيطات اللي دارتها للجنة تفعل على أرض الواقع لأنه دول هدف ديالنا والمستثمار في الجهات كل هاد المغرب فاش يمشي حق الطالب ديالو يحس بهاد التبسيطات وتسهيلات اللي درنا كما أنه هاد العمل ديال التبسيط عدا إنجاز كبير على أننا نقدرون نقصو على المستثمار خمسة وبعين في المياه من المجهود اللي خصوه باش يدير الطالب ديالو وهاد شي ان شاء الله غادي يزيد يحسن في مناغ الأعمال وغادي قدر يجيب استثمارات أخرى لمغرب وهاد الورش ديال التبسيط المساطر ديال الاستثمار وهو واحد الورش مستمر واحد الورش صاحب جلالة تعطيه أهمية كبيرة غا في الخطة ديالو ديال افتتاح البرلمان أعطا التوجيهات السامية ديالو باش يتم تبسيط ورقمينات مساطر الاستثمار لونك هاد الورش ديال التبسيط مساطر الاستثمار هو ورش غا يبقى مستمر كل مرة نبسطو كل مرة نزيدو نسهلو على المستمر كما أنه الورش ديال تبسيط المساطر الإدارية بالنسبة للمواطني في صفة عامة في مختلف المجالات هو ورش كبير ومازال مستمر باش نبسطو الإجراءات الإدارية على المواطنين ودائما نهبطو على اللوتيران ونشرحو الموظفين ونديولهم التوعية باش نتأكدو على أنه هاد الاجراءات تفاعل على أرض الواقع ويتسهل المأمورية على المواطنين في الحياة اليومية ديالو شكرا